إيقاف المدون وجدي بن فرج على خلفية برقية تفتيش خلينا نشوف مبعضنا إيش نوع الإشكالية بالضبط هذا مدون أكدت مصادر بأن المدون وجدي بن فرج تم إيقافه منذ حين من طرف أعوين الشرطة بسوسة مركز الأمن حيل عوين على خلفية برقية تفتيش صادرة في شأنه لفائدة إحدى الفرق الأمنية بتونس بعد أن تغذر سماعه في شكية جزائية كان رفعتها ضده أحد السيدات وهو موضوع له علاقة بتدوين فيسبوكية والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 والقانون 58 لسنة 2017 ودي من حذركم حذيري ثم حذيري من الجرائم الإلكترونية راه الحساب والعقابة متاعها كبير جدا أكثر حتى من الجريمة اللي تقوم بها مباشرة لأنه قضية المواقع التواصل الاجتماعي تنتشر بطريقة رهيبة جدا وتسبب حتى القاتل وذيك عليش تنتشر طريقة ترأي عام والحكم فيها ما يتسامحش بدلاً عن الجريمة المباشرة تجتم وتسب مباشرة متنجيوش تذيه كما تذيه في وقت اللي تنشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فرق بين أنه شخص برق يعرف فرق بين أنه مليون شخص يعرف المدون وجه بن فراجة سيمثل بحالة إيقاف صباحة يوم الغد الأربعاء أمام باحث البداية عفوا الوحدة المركزية المختصة في جراء من العنف ضد المرأة والطفولة والوقاية الاجتماعية للحرس الوطني بإدارة الشؤون العضلية ببنى روسكا والعمل اللي يخلص راهو وكرامته والناس وقدرها مش ساهل ترجمة نانسي قنقر